نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن بيانات تصلط الضوء على مواصلة حملة 100 يوم صحة لنجاحاتها للعام الثاني على التوالي وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في تقديم ملايين الخدمات الصحية للمواطنين وفيما يتعلق بإنجازات المرحلة الثانية من الحملة فقد ورد في التقرير أنه تم تقديم أكثر من 49 مليون خدمة طبية منذ إطلاق المرحلة الثانية في 31 يوليو الماضي وحتى 31 أغسطس كشف التقرير عن الإشادات الدولية بالتغطية الصحية في مصر من أبرزها إشادة الأمم المتحدة بإطلاق مصر للحملة في 2023 لاستهداف 105 ملايين شخص لتعزيز الصحة العامة للشعب المصري من خلال تزويدهم بخدمات رعاية الصحية المجانية